الأمر الثاني إن دايماً في عملك قدم الميل الثاني الميل الأول يعني واحد يعمل حاجة عمله حاجة قصادة لكن الميل الثاني يعني نعمل له حاجة زيادة من صخرك ميل امشي معه اثنين أنت بتعمل الميل الثاني زي قصة الأنباب شوي بالظبط لما قال له تعالى نتمشى وبعدين لقى تعبان قال له تما شيلك عمل حاجة دي يلا نروح نشوف وهشيلك كمان الميل الثاني دايماً فكر كيف تخدم الآخر خدمة حقيقية في أحيان واحد يشتغل يجيله شخص طالب الخدمة يقول له فوت علينا بكرة مش كده فوت علينا بكرة وبكرة ده ايه ما بيخلص مش كده برضو هيجي بكرة ويقول له ايه فوت علينا بكرة وفي قصة كده من قصة الطفولة الجميلة الواد كان بيس شوف أبوه يقول للزبائن فوت علينا بكرة بكرة وبكرة وبكرة ما بيخلصش فالواد كده فيهم قال له ابقى تعالنا يوم السبت الجاي كويس فجاء أبوه قال له عملت ايه ويا فلان قال له قلت له تعالنا السبت الجاي فضربوا علقه قال له يا ابني بكرة دي ما بتخلصش دي ايه كده لكن تحدد له معاد يبقى تربطنا خلي عملك تقدم فيه الميل التاني خلي عملك ممتلق بالمحبة نحمية في العهد القديم لما رجع من السبي وشاف قرشليم كلها محروقة وأصوارها مهدومة كان زمان يعملوا البلاد لها أصوار والبلاد السور يبقى في بوابة زي باب الحديد عندنا في مصر هنا وباب زويلة دي بتبقى في الأصوار كان واحد قاعد جوه منطقة معزولة يعني كانت الأصوار يعملوها عالية فلما راح لوروشاليم لقى أوروشاليم مهدومة أصوارها وأبوابها محروقة بالنار ومعندوش أي إمكاني شان يبني الأصوار والبيوت نفسها مهدومة هتعمل ايه ابتده يفكر في بناء السور قال كل واحد له بيت يبني حتة السور اللي قدامه في 52 يوم خلصوا السور وأجادوا بناء سور أوروشاليم يقول كده بنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه وكان للشعب قلب في العمل كان بشكل جدية حامي أريد أن أقول لك الجدية هنا يعني الوقت له قيمة يعني ممكن حاجة دي أعملها في أسبوع ممكن أعملها في يوم ممكن أعملها في ساعة طب إيه الفرق؟ إيه الأسبوع واحد مرح رح والساعة ده واحد واخدها جد الجدية هنا يبني السور وينجح ويقول الآية اللي بتحبوها كلكم بيعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني بيشتغل بجد إيه السماء يعطي لنا النجاح متأكد إنه سينجح إيه السماء يعطي لنا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، يحب نبني وهننجح. طبعاً في زمنه ظهر ناس يكسروا المأديف، ويعوقوه، ويعطلوه، ولما متأسف يتريعوا عليه، لكن على رأي البابا شنودة كان له عبارة جميلة قوي. عندما توجد النية، الله يعطي الإمكانية. عندما توجد النية، القلبك حامي، سأعطي لك الإمكانية، وبنى الصور، نحمية، وبنى الصور، ونجح. دعي عملك الميل الثاني، عملك بزيادة أيضاً، بمحبة. لو أنت مدرس، واحد تلميذ ضعيف عندك، كل أولادك حلوين أو مستوهم كواس، واحد ضعيف، اهتم به أكتر. لو أنت طبيب بالمثل، لو فيه إنسان مريض، فيه واحد في مرضه، ربنا يحفظكم جميعاً، يبقى متوتر وألقان وتعبان، ويجي قدام طبيب يطمنه. يطمنه، حتى لو كان التعب صعب، لكن يطمنه. أنت بنسمع أيضاً عن أطباء، عندما يلاقي إنسان قدامه وليس قادر في دفع دواء أو كشف أو علاج، أو أي إجراء طبيب كان الطبيب يتقدم ويعمل كده. مثلاً حتى لو إنسان كان بشغل بواب، البوابة دي عمل، عمل البواب ده شغل، شغل أمانة وحراسة، وانتباه، اعمل عملك بانتباه. أحني قابل الإنسان كبير في السن يوم يساعده يطلع سلمتين ولا يشيل عنه حاجة، خلي عملك دايماً فيه الميل التاني، الحاجة التانية. صاحبتنا الساميرية لما قال لها المسيحة الديني أشرب، وبعدين قالت له إزاي بتكلمني وإزاي بتاخد وتدي ويايا، قال لها آه لو عرفت الميا اللي عندي بيغريها بنوع من الميا، وقالت له ميا ده أنت لوياك لدلو ولا حبل ولا حاجة أخرى، هجيب الميا منين إن شاء الله، هو كان مجرد بداية عشان يحول فكرها من الفكر الأرضي إلى الفكر السماوي إلى ماء الحياة. ترجمة نانسي قنع